يقول الله تعالى في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله صدق الله العظيم الضار النافع من أسماء الله الحسن لكنهما لم يرد في القرآن الكريم بهذه الصيغة صيغة اسم الفاعل من أين تعرفنا على هذين الاسمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذان الاسمان الكريمان لم يرد بهذه الصيغة صيغة الضار والنافع في القرآن الكريم اللي هي صيغة اسم الفاعل هي الضار اسم الفاعل طبعا الفاعل يضره ضر يضره والمصدر ضرا وضرا واسم الفاعل ضار وكذلك نافع نافع ينفع فهو نافع نفعا المصدر فدائما في مصدر وفي اسم فاعل كما ورد في قولي تعالى حكاية عن نبي صلى الله عليه وسلم أو أمرا له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هنا تلاقي في استثناء أنه نعم يصيبني الضر والنفع حين شاؤه الله سبحانه وتعالى فإذا وردت مادة الضار النافع كمصدر في العراف كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فهي وردت بالصيغتين صيغة المضارع وبصيغة المصدر إنما لم ترد في القرآن الكريم كما وردت مثلا خالق ورازق في الدلالات الأخرى لم ترد الضار النافع طيب كيف يكون الله ضارا ونافعا في ذات الوقت؟ الدلالة هنا يعني أو أخذ اسم الفعل وهو الضار والنافع من الفعل ليس هو الدلالة المباشرة بمعنى مثلا في حاجة اسمها دلالة النص وفي حاجة اسمها دلالة المفهوم النص والمفهوم وده حاجة سهلة يعني يعني احنا نضرب لك مثل يعني حينما تقول أربعة لفظة أربعة مثلا أربعة لفظة دا يدل على أن أربعة دا تكرار واحد أربع مرات هذه هي دلالة النص في محل النطق كما يقول الأصولين لكن يدل دلالة أخرى لازمة خارجة عن دلالة النص نسموه دلالة مفهوم النص وهو أنه عدد زوجي يعني لفظ أربعة ما يديكش عدد زوجي إنما بدلالته المباشرة اللي هي دلالة اللفظ في النطق في محل النطق لكن يديك دلالة أخرى يستدعيها خارجية يستدعيها وهي دلالة المفهوم يعني لفظ النص كذا ومفهومه كذا ونفهم منه كذا نفهم منه كذا فإن اللي عندي دلوقت ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا أملك النفس نفعا ولا ضرا دي لا تعطي بصيغة المضارع وصيغة المصدر أنه ضر ونافع بالمعنى المباشر الظاهري بسميه المباشر كويس لكن هم الوصولين لهم طبعا تعبيرات دلالة في محل اللفظ اللفظ الليه محل يدل على هو دل على أنه مضارع وأني لا يصح للناس أن يعبدوا ما لا يضرهم ولا ينفعهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا هل هذه الأرفاظ تدل دلالة مباشرة في محل اللفظ هل تدل على أن الله ضر نافع لا إنما تستلزم شيء لو لم تفترض أن الله هو الضر نافع عقلا لا بطلة هذه النصوص معناها يروح بجزيره صفر ليه لأن حضرتك وهو بيقول أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وهنا ما يصحش تعبدوا ما يضركم وما لا يضركم ولا ينفعكم طيب وفيه ضرر بيحصل ونافع أنسبوا المين أنت قلت لي ما تنسبوش لنفسك ولا تنسبوا للأصناق وده محرم عليك أو يعني يعني هو ينحي باللائمة عليهم لو لم يكن هناك مستلزم آخر مفهوم للآخر النصو أن الضر النافع هو واحد لبطلة هذه وأيضا الحديث لا يفهم فده بسمه دلالة المفهوم في دلالة النص ودلالة المفهوم النصوص اللي عندي اللي هي في القرآن لا تدل دلالة مباشرة ما فيش دلالة للنص على أنه أن الله ضر نافع نصا ولكن للنص ملالة أخرى اسم المفهوم يستلزم أن إذا كنتم يعني لا صح أن تعبدوا والنفس صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أملك لنفسي إلا من نفترض أن كلهم تبرقوا يعني هاهنا لوم وهاهنا اعتراف إلا يعني إلا من نفترض أن الله أو أن الضر النافع أنه في ضر نافع غير ذول بطل هذا الاستندام